اليوم راح نذكر مزيد من الاسماء مرة اللي فاتت مرة اللي اولا ذكرت اسمين او ثلاثة بعدها ذكرت زدت ثلاثة اسماء او اربعة اليوم راح نزيد مزيد من الاسماء لان حتى الناس خاصة انت ع منطقة القبائل عموما جاتني رسال من الجزائر كثير لكن خاصة منطقة القبائل قالوا لا من فضلك ذكرنا الاسماء لانا نعاني معاناة مرة ولازم الناس تعرف وبعض الناشطين او المناضلين او قال لك احنا نعرفه البعض ما نعرفه مشكل والناس ما تعرفش الناس تعرف الفساد الناس تشوف الفساد الفساد ماشي علي رجليه كل واحد عارف في الجهة الفلانية وفي الاسماء لكن الناس تريد ان تعرف اسماء اكثر اليوم راح نذكر اسماء اكثر وهذا ايضا مهم لانه باش يعرفوا هؤلاء المفسدين سوى في تيزيوزو او في وهران عنابة او في ورقلا او باللي عندما تكون لدينا معلومات دقيقة سنذكرهم بالاسم سننقلهم الى العالمية سننقلهم الى التاريخ اقل شيء هنا فيها name and shame and blame اقل شيء واربما شيء اخرى اذا ما تحرر هذا الشعب قريبا ان شاء الله من بين الاسماء اذكرنا المرليفات خاصة رئيس البلدية اللي هو يسمى حسن قانا هذا حسن قانا اللي هو اصلا اصلا هو افوك ومحامي طبعا عنده حماية مما يسمى في السلطات المحلية اهم اللي يحموه كبار القضاة الفاسدين اللي في تيزيوزو خاصة البروكيرير جنرال تعتيزيوزو وبعض كبار القضاة طبعا مقابل ذلك يقدم حسن قانا مقابل ذلك يقدم شقة هنا لهذا البنت القاضي الفلاني اللي ابن خالد البروكيرير جنرال لنسيب فلان اللي يعطلوا الاسماهم ايضا لموبيلي اراضي تتمد بدل ما يدوها سكان البلاد سكان المدينة وهذا اللي يجب فيكون في كل المدينة ان اهل المدينة اولى بشققها وباراضيها وسكانها لا يدوها هؤلاء اللي يجوا يجي موظف خمس سنين سبع سنين في المنطقة يعمر شكارة ويروح ويخليه وراه خمسة ستة سبع شقق كاي اللي يعود لها البيع وكاي اللي تروح للمقربين وكاي اللي تروح للفساد خدمتها هي الفساد كاي انشوقق ويعرفوها اهل المدينة وفي كل المدينة في الحقيقة مخدومة لما تعرفون بلا ما نقوله الكلام اذا مدعوم اساسا بهذا البروكيرير جنرال ولكن ايضا مع بعض القضاء قضاء سواء قضاء لكور او قضاء المحكمة المجلس او المحكمة ولكن عنده شخص اخر يعتمد عليه وهو حسين عميروح وحسون عميروح شيف ل مخراجات ليرشي تعرفوا ان البروكير لابد شرطة القضائية وفيها الشرطة العادية وفيها شرطة المرور وفيها خاصة واختر نوع الشرطة هي شرطة الاستعلامات لربوكيرش هذه الشرطة الاستعلامات هي مخابرات الشرطة تقوم بأعمال مخابراتية تجسسية اختراقات متابعات جمع المعلومات لها لو كانت تكون هذه الشرطة الدير في خدمتها هي تكون في خلالة المجتمع لكي تحميه من الأشرار والمنحارفين والمفسدين واللصوص لأخير لا في الحقيقة أغلبية ليرونسي نيمون جينيرو باش من قلش كلهم وتقريبا كلهم يخدموا هما الانحرف هما قلب الانحرف كما المخابرات الإرهابية هي قلب الانحرف ليرونسي نيمون جينيرو هما الوجه المدني منتع المخابرات الإرهابية اللي هي عسكرية في قلبها إذن عميروش حسين هذا يقوم بأعمال قادرة ويغطي الأشياء والمهم أيضا يتلقى مقابل ذلك حسين قانا يحميه وهو يحمي حسين قانا ارفضني ونرفتك شيلني ونشيلك عاوني هنا ونعاوني كله من بين الأسماء أيضا كان عندي أسماء هنا كثيرة إلى آخرين سنركز فقط اللي تأكدت يعني من أكثر من جهة قضيت قليل الترانزاكسيون لوش كونسرنون الكوبراتيب إموبيليار كان بزنس رهيب في كل المدن لكن خاصة وإن كان نقص في الأراضي وفي المدن الكبيرة إلى آخره قضية هذا ما يعطوهم الموافقة على البناء تعرفوا أرض إذا ما عندهش موافقة على البناء مثلا تقدر تكون يقدر يكون ألف متر تكون قيمتها بمئتين مليون خمسينيات مليون مليار مثلا في مدينة مثل تيزيوس ما عندهش بيرميت كونسروير بمجرد باش يقول لي عندها بيرميت كونسروير تقدر تنتقل هذه الأرض اللي كانت سوى مليار إلى خمسة مليار لأنها يطلعوا فيها دي باتيمون دي كوبراتيب إموبيليار إلى آخر دي فيلا لكسيوز دي زابارتمون لكسيو إلى آخره فالبيرميت كونسروير وهذه في أي بلد الحقيقة مش في الجزائر فقط ولكن بما أننا هناك الفساد العارم بيرميت كونسروير ما يتمدش وفق المخطط كائن مخطط يجب اتباعه كائن شروط كائن إلى آخر إذا توفرت يعطوك حق البناء على تلك الأرض التي تملكها أو اللي اشتريتها أو لكن لا هذا البيرميت كونسروير يتمد بطريقة الرشاوي والفساد فيهم أموال لخمة كائن أراضي كانت ميتة معند احتقيمها بمجرد ما تعطعت لها البيرميت كونسروير وضرب سعرها في عشرين مرة في ثلاثين مرة في ربعين مرة فكائن واحد المافيا مرتبطة بالمير وما بآخرين مع المير في قضية البيرميت كونسروير وليس فقط بالمير منتبطة أيضا بالوالي والكابيني خاصة على الوالي طبعا هذا الكوميسير يغطي خاصة لما يكون كائن معلومات ضد المير ضد اللي قرب من المير يعني حماية كاملة داخل رانسينيمون جينيرو داخل البوليس معه يعمل واحد انسبيكتر يسمى عبدالله مداني هذا ثاني يعمل في رانسينيمون جينيرو ويلعب دور كبير يلعب دور وسيط ما بين الكوميسير مرات يعمل على المير يعمل مع بعض المنتخبي بعض المير تعمى على ناطق أخرى خرش يزيوزو إلى آخر فهذا يجيب شكارة يجيب تعليمات يجيب شكارة يحمي هذا يلعب هذا عبدالله مداني دور أساسي في ذلك لكن واحد من أخطر شخصيات واللي يلعب أدوار على مستويات متعددة اسمه عبدالنوري رمضان أعقلوا مليحة لهذا الأسم وهي معروف بس مفاتح هذا يتلقى حماية من أعلى السلطات بما فيهم جبار مهنة وشلول وقيادة العليا وفي نفس الوقت يقدم خدمات للي ما عندهمش حماية كبيرة ويعرض عليهم خدمات مقابل ما يجب أن يكون حتى الأسماء ذكرنا لأنه وإلا رح نبقى زسوي ولا ثلاثانين أرى أنه نجيب عنوين لكن في الأيام القادمة ممكن نروح للتفاصيل إذا لازم الأمر يا إذا شفنا بللي بعضهم منسحب ولا أوقيلة ولا توقف ولا وقفوا ولا توقفوا لأنه نحن هدفنا هو فضح الفساد فضح المفسدين يأتي فقط أكسيس وارمو للأسف يعني ذكر الأسماء رحني مضطر لأنه مضطر مضطر لأنه بمرات الوقت مضطر بأسماواتهم ما يدرون لهم ولا شيء وهما ما يتوقفوش والناس ما تعرفهم شيء إلى آخره اللي نشوفوه توقف وابتعد على الفساد وخلى الناس حبس هذه السرقات وهذا الرشاوي خلاص ما كلا رحوا للتفاصيل من بين أيضا ولذلك ما قلت أنتع فساد وخاصة في اللوتيرا مرة أخرى نرجعوه للمافيا والمافيا العقار واللوتيرا إلى آخره خلافت على اللوجمونت سوسيو هذا هو موضوع آخر وأنا سأتحدث عن اللوتيرا من بين الأسماء أيضا كانوا دوزاكس ديركتور اللي رمحبوسين لكن نسح فيهم هما ملموس هما متورطين على حساب المعلومات التي لدي لكن كانوا واحدة أخرى هذو اللي محبوسين حسين بربش ومحمد عرب هذو كانوا دوزاكس ديركتور دوزاكس ديركتور وتهموهم بالفو الإزاج دفو إلى آخره إلى آخره ترافيق دانفليونس دي لابيدي إلى آخره معا واحد مسؤول أساسي واسمه حمد طالب في السبعة و تسعين وغادر ويبدو أنه في فرنسا يعني ما حكموش عليه أو تم تهريبه أو بينما هذوك ديركتور كان حكمو عليه لا أدري إذا كانوا مازالوا في السجن لكن هذه لتثبت أن هناك فساد في العقار وأن مرة مرة لما واحد ما يكونش عنده هذيك الحماية أو لما يتفضح يقدروا يجيبوا لهم يلف ويدخلوا له ويدخلوا للحبس بالمناسبة رهم مرات كالناس يدخلون للحبس لأنهم ما شاركوش في فساد زيد في الأسماء واحد من الأسماء متورد بشكل رهيب وهذا أكس شايد دايرة تعتزي بوزو واسماه محفوظ غزايلي هذا محفوظ غزايلي متورد في قضية للوجمون سوسيو ما راش الآن نقلوه إلى أدرك نقول لكم وينقلوه لكن كان معروف على نطاق واسع بالفساد العالم في قضية للوجمون سوسيو اللي يتمدوا بالرشوة واللي يتمدوا للمعارف واللي يتمدوا للسلطات المحلية اللي بدون حق الكورونال تعال السكتور المسؤولة الديارس الكوميسار البرنسيبال البروكورير جنرال بريزيدن للاكور بريزيدن تربينال إلى آخر إلى آخر لما كبرت الفضايح نقلوه وين نقلوه نقلوه لشلغوم العيد ولكنه ما زال مستمر وما زال عنده لوبياته وعنده علاقاته وعنده دخلاته وخرجاته في تيزيوز وما زال له هذا الدور البشع بدل ما تروح هذا اللي لوجمه سوسيو بهذا السكن الاجتماعي يروح لمستحقها يدور على الأحباب وعلى المقربين وعلى السلطات يشيروا بهم السلطة والنفوذ ويروح أيضا مرات إلى ناس نساء فاسدات لممارسة ما تعرفونها وللأسف يعني راهي مدن كثيرة تعمرت بالفساد هذا إلى حد غير مقبول وغير معقول وهو الهدف منه كله تدمير ما بقيه من أخلاق الناس وتدمير أخلاق بنات الناس وأولاد الناس المخدرات الدعار عزكم الله الخمور هذه كلها سياسة متبعة وهدفها تدمير الإنسان الجزائري إذا كانوا الجنيرالات في التسعينات قتلوا الجزائري كجسد فإن هؤلاء تكملة لبرنامج فخامة الرئيس تعبد في لقاء كما يسموه يكملون في تدمير أخلاق الجزائريين كرامة الجزائريين حياء الجزائريين يكفي أن المخدرات والخمر العالم أجمع يعرف أنها مدمرة ومضرة حتى وإن كان فساد يكفي أن العالم أجمع مثلا في الغرب يحاربوا الدعارة يحاربوها لازم لها أماكن خاصة وبشهادات وبكذا وبكذا وإلا يحاربوها لأنها فيها مظارة كارثية بلا ما يروحوا للدين بعيد على الدين بالنسبة لهم فقط من منظور اجتماعي وأخلاقي وإنساني وصحة ونفس ويحاربو هذا الدعارة اللي يتم بهذه الطريقة أنا أتكلم عن مجتمعات منحلة يعني منفتحة في الأمور هذه لكن مع ذلك الدعارة لا تقبلوها أش زين من بين الأسماء الأخرى لدينا أيضا وهاب آيتم قلات وهاب آيتم قلات هذا كان هو لكس أفي سي لكس المير السابق تعتزي وزو الآن رحي دي بيتي طبعا لازم يطلع في القراد يطلع في الدخلة ويطلع الآن رحي 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 شرع رحي رحي لجيسلاتور في فيما يسمى بالمجلس الشعبي الوطني هذا أيضا كان مارس فساد عظيم ولا زال له نفوذ وممارسات ودخلات فيما يجري من فساد في تيزوزو المرة الجاية إذا لازم الأمر رحي نفصل حتى هو يعني رحي نحاول كما قلت هذا المرة المدعنوين أكثر اسماء وعنوين المدعنوين أكثر أيضا تلفي نجيم قلي هذا أيضا متورط وخاصة مع الوالي الوالي هو جيلا لدومي والي تيزوزو وكما نعود نقول لعشرة شلول عشرة شلول أنا قلت المرة الماضية لكن في واحدة قلت حتى صديق يعني صديق عزيز قال لي بالك غلط تقصد لا أنا قصد يعني عنده المراكز عنده وين يحط الخمور هو الجروسيست الأول هو البيع الرئيسي إلى على درجة أن الزيطوريز الذي يمتعهم بعد الزيطوريز لتفتح بعد الزيطور لتفتح 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 فهو مشرف إشراف عام على الخمور في تيزوزو لا نعرف إذا ستكون في جايا معلومات لدي كين حواجراني لنكمل بعض المعلومات لكن في تيزوزو مؤكد فهو ديزوزو ديزوزو وبما فيها الرئيسي لكن أيضا هو مركز رئيسي تعدعارة عزكم الله سمحوني على هذه العبارة اليوم لأنني لازم نفهم الناس ما يجري يعني ما لقد لديت عبارة أخرى عن نقولها بالدرجة أو الفرنساوية سيان كوربير فهذا الوتيل لا يوجد فقط تدار فيه الرشاوي والفساد التعليل التيران وكاميرات داخل بالمناسبة يعني عنده في كثير من الغرف عنده كاميرات لكي يصور يكون عنده الملف أيضا مع بعض الناس اللي يكونوا ما همش ما اخدوش حذرهم يعني لكن المكان انت عراي انت عزطلع انت خمور وانت عزكم الله اي بي كوديم وهذه شركة تعلير بانيزمي سيرفيس كونتونسيو خير رزير هذا ثاني موضوع ما زال نرجع لهم بعد في جزء آخر لاديس داركا كينغ لاديس هم أهل المدينة كاي اللي يعرفوها اللي هي قريبة تقع على عشرين متر من ملعب أول نوفمبر هذا المكان اللي يسمى لاديس هذا المكان مكان أساسي تتم في اجتماعات مع بارونات المخدرات كون اللي يقوم بهذا في هذا وفي حي ليجوني سيتي ليجوني دونك اللي هي أمام مستشفى ناذير محمد محمد ناذير عبد الغاني أو غانو كاي اللي يسموه عبد الغاني كاي اللي يسموه غاني كاي اللي يسموه غانو جبار أي ولد خو جبار مهنع رئيس المخابرات الخارجية الجزائرية ومكافحة الإرهاب اللي كان مسجون واتهموه بالفساد واتهموه بالسكوار واتهموه بأشياء بسبعين تهمة ثم أصبح قائد من القياد وهو ظهر في لقاء أمس هذا تعمل مجلس الدباحي اللي يسموه مجلس الأمن العالى ولا شي يسموه في هذه الهاديس وفي سيتي ليجوني تتم كثير من الاجتماعات من تعمل البارونات مع غانو اللي هو المشرف العام على المخدرات إذا كان شلول هو المشرف العام على الخمور وعلى جزء جزء من الدعارة والفساد وجيسكا وهو رئيس جيسكا ترك قطع نترك جيسكا ثاني باش نتراليزوا عشرات الألاف المحبين تاحا وليحضروا في الاستاذ ومئات الألاف ربما ليحضروا للجان إلى آخر إلى آخره فكاين إذن تتمها في لاديس ومشي بعيدة على ملعب أول نوفمبر وفي حي ليجوني ويتم هناك لقاءات مع بارونات المخدرات ويشرف عليها غانو المشرف العام على المخدرات كاين أيضا ربيع شلابي وهو دايريشان هننذكر هذه الأسماء ومبعد نفسر ونفسر في المرة القادمة طبعا غانو غانو جبار باش من عملية الطبيعي عنده ثلاث مدارس أنشأ ثلاث مدارس 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 خاصة وبالك حتى المرة الجاية لاجت نجيب لكم شوية بعض الصور وفيديوهات تعد المدارس إلى آخر تدقل وطبعا المدارس اللي دارينها تحس رك في سويسرا ولا رك في فرنسا الطريقة الفرنسية يعني تمام يعني كاش مشكل من الخلف أكبر بارون ومشرف مش مش بارون مشرف العام على توزيع المخدرات وعلى تجارة المخدرات في تيزيوزو تحت حماية خالو وفي السورة صاحب مدارس ينشر العلم والتعليم ويربي الأطفال إلى آخر إلى ثلاث مدارس عنده تيزيوزو إضافة إلى علاق إذا شخص يبدو نباباه في ديجي دلوتيل سيدي يحياء الجي بإنودي آسيس 2023 آسيس 2023 يجب لك يجب لك تشتغل 50 سنة بتدخل أنت عشرين مليون باش تتعود عندك إمكانيات أنك تدير آسيس 2021 فانتروات أعتقد رهي تدور في حدود 70 ألف إلى مجي 100 ألف أغرو بوك هنا قضية مش نذكرها لكن فقط المصدر يقول لي أنه عندهم كذا مرتبطة بمقتل إيبوسي لأنه كانت هناك علاقة هذا نحن نخليه جانبا هذا الموضوع لكن عندهم علاقة بمقتل أي أن غانو هذا عنده علاقة بمقتل بمقتل إيبوسي اللي هو جور شهير اللي قتل في المباراة تعليس مارجيسكا لكن السبب هاني نسكت عليه بارك لأنه أخلاقي رح نسكت عليه الآن على الأقل من بين من بين أيضا كبار المشرفين على البلاد هناك مولود جبار مولود جبار هو رئيس لجنة تجار تيزيوز ومعه أيضا سامير جبار هذو كلهم أقارب لما يخوتوا ولا تخوتوا إلى آخر ينتج جبار معنا يشرف رئيس لجنة على المارشي كل الناس اللي شادين المارشي اللي شادين تجارة لازم يدفعوا لامبو يدفعوا نسبة معينة باش تكون عندهم الحماية ما يكونش عندهم مشاكل يخلو لهم هذا المكان يعطو لهم الإيجار إلى آخر إلى آخر لكن عندهم واحد الفندق يسموه نيفرلاند رانش نيفرلاند رانش يوقع في منطقة يسموها بوبهير هل ينوري لكم هذا الفندق طبعا لو كان تدير أوتيل بوبهير يخرج لك وإلى تدير أوتيل في الانترنت نيفرلاند نيفرلاند رانش يخرج لك طبعا أهل تزوزو يعرفوهم ليه هلين نشوفوه لكن هنا نظن عندي صورة له لمن يريد أن يأخذ كابتير والله وعلى كله يدير فقط نيفرلاند نيفرلاند رانش يخرج له أو أوتيل بوبهير تزوزو يخرج له هذا يكون هذا مولود وسامير مولود هو الذي لديه الفندق بطبيعة الحال وهو فندق مرة أخرى سامحوني العبارة لكن لازم تقال دعارة أساسا يعني وكوكاين وخديرات وشراب وخمور وفساد عارم يعني إفساد المنطقة هذا المنطقة هي إفساد الجزائر كن رأيتم في هذا لكن خاصة وإن كالمناطق ربال خاصة وإن كالمناطق تكره الظلم وتكره هذا النظام المختصب اللي يتعامل معنا كمحتل إلى آخر وكاننا من الجزائريين من بين الأشياء هو أنه تعرفوا مرات يتم بعض الطرقات المكسرة إلى آخره يكونوا الهدف منهم خدمة الوتال مثلا قال ترميم الطريق يعني الوالي قام بترميم بعض الطرق لكي الناس توصل بشكل جيد معنا ندفعوا من خزينة الشعب بشيط طرقات يوصلوا للوتال بشيكون الفساد وكذا الناس لا يعني لدينا مشكل في الضوضان وفي الطرق انقسرها وكذا لازم الطرق تكون مسق هنا يدخل فيها الفساد الإداري مرة أخرى لأنه ممكن الوالي يرى عنده إنسويت بريزدانسيال ثم وهو يعطي أوامر لا يخدم الطريق للوتال وهذه تتم لكثير من المسؤولين كي المسؤولين يخدمون طرق بشيوصل لفيلاتهم أو لزلط التاحهم أو لأماكن تمهم أو لأراضيهم زراعية إلى آخره عندي مجموعة صور هنا مش رح نظهرهم لكن قد نحتفظ بهم للمرة القادمة إذا لازم الأمر لأن مرة أخرى نذكر الهدف نتاعي من فضح الفساد هو أساسا باش المفسدين يتوقفون على الفساد أو العصابات الإجرامية تعرف أنهم فضحوا فيخرجوا من السيركوي نتراليزوهم يعني يحيدوهم يعني أو يحاكموهم أو أو إلى آخره الأصل ما هو نشر الأسماء أو نشر العنوين إنما هذه تأتي استثناء يعني أكسسوار يعني أكسسوار عشور عنده مولود مولود شلو بارون الكوكاين والكحول في وهران بلك على هذي قالوا باللي كاين مؤامرات من وهران وأنه بلك جبار مهن أعرف باللي رح نوصل لقضية هذا مولود شلو واللي هو أخو شلو تأتي زيوزو جاب لهم وهران باللي رح تكون فتنة في وهران وفتنة في العاصمة مع نهر أسما في العاصمة رحي جاية يعني وفي بجاية وتزيوزو هذه هي المخابرات اللي اكتشفتها عن صحينا لأنه احتمال كبير ذلك أنا فهمت أنه فهمت باللي رأى الملف جاي وجاي بأسماء بما فيها مولود شلو اللي هو مشرف رئيسي على الخمور وعلى دروك في وهران طبعا وهران جعلتها وحولتها إلى مدينة الفساد الأولى حاشر وهارنا الأحرار والشعب الوهراني لكن في وهران توجد كل النفايات من كل المدن الجزائرية اللي هي نفايات وتذهب إلى وهران لفساد عالم طبعا مراقص وكباريات وبيوت دعارة وخمور ودروق وشي رهيب مرعب تريدون أن تحول هذه المدينة إلى رمز للفساد العالم طبعا مدن كثيرة أخرى فيها لكن وهران حولتها إلى أول مدينة للفساد العالم فطبعا إذن هذا مولود شلو اللي هو أخ شلو الثاني اللي هم كلهم تحت رعاية جبار مهنة اللي أكيد ربما رفع ملف لما عرف أن هذا الموضوع هو وصله حتى في وهرام رفع ملف الشنغريحة وقال التبون ومن يش عارف يقول لهم تنسيون ها راح يصررنا فتنة وراجيها تحب تدير فتنة لا 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 الشعب جزائري وشعب جزائري وشعب جزائري ليس يقول خاطر هذا من تزيو وزو وانا نكره تزيو لا لا لديها علاقة لأن أصلا اللي يمع يبعثوا لي في المعلومات هنا هما من تزيو وزو هما أهل المدينة ومعلومات متعددة وراني دي لها في الركوب وراني دي في أشياء كثيرة هما قبائل أصلا اللي هما يندوا ويتعبوا أكثر لأن الدمار وقع في عندهم شعب جزائري عمره إلى انظر للجزائريين شعب جزائري في عموه طبعا كان بعض العقول عنصرية هنا وله لكن شعب جزائري في عموه عمره إلى انظر للآخر على أن هذا قبائلي أو هذا عربي أو هذا شاوي أو لا 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 تقدر تلقى عن بعض الناس بساطة العقول أو ناس مراض لكن الشعب جزائري في عموه نفسه أنه شعب واحد بغض النظر إذا ولدت كانت أمي تتكلم القبائلية أو الشاوية أو العربية هذا تفصيل وش يربحوا القبائل كي يكون جبار مهنة دير لهم المدينة مدينة تزيوز ودير إنها من الضعارة والدروق والخمور والفساد وش يربحوا ولا لأنه قبائلي معلش يدمر المدينة هو اللي حرق القبائل وش يربحوا القبائل كي كانوا في 2001 يتلقوا عليهم في الرصاص وكان جبار مهنة مسؤول كبير في المخابرات وتوفيق مسؤول المخابرات الأول وجاء حسان مسؤول كبير في المخابرات ومكافحة الإراب وش يربحوا ويحيى وزير أول وش يربحوا قتلوا لمولادهم مسؤولين قبائلي على أسه نظام ما هو قبائلي ولا عربي ولا شاوي نظام رك معاه ولا رك مع الشعب إلا رك مع الشعب يتحنك إلا رك معاه يغنيك هذه يلا